بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بالدليل القاطع وزارة تربية والتعليم بتنفي إلغاء الأبحاث لأن اسمعنا كلام كتير الفترة اللي فات إن الأبحاث تلغت معادة تلتاعدادي وإن هيكون فيه بحث برضو كلام تاني يقول إن فيه بحث في كل مادة لأ وزارة تربية والتعليم بالدليل هو نزلت جدول علشان تنفي كل الكلام وقالت المشروعات البحثية مستمرة من أول تلتا ابتدائي لحد تلتاعدادي هل هيكون فيه بحث في كل مادة؟ لا ده هو بحث واحد بس في المواد كلها اللي هو البحث المتعدد لأن الأسئلة عليه بتبقى تعتبر أسئلة من ضمن كل المواد المشروعات البحثية بالنسبة لتلتا ابتدائي لحد تلتاعدادي زي ما هي وهتسلم قبل 15 ما أنت ممكن تعمل البحث ممكن تعمله بالورقة والألم ممكن تعمله عن طريق المباير عن طريق التابلت عن طريق الكمبيوتر يعني ممكن يتعمل بأقل الأدوات اللي معك الموضوع مش صعبي انت ممكن تعتبره كأنه موضوع تعبير ونزلنا قبل كده طبعا فيديوهات بنشرح فيها الكلام ده وأسبلوكو الرابط أسفل الفيديو واللي مش هيقدم البحث هيخش دور تاني وهيمتحن امتحانات ورقية في كل المواد قبل السنة الجديدة قبلها بإسبوعين ده الكلام ده للي مش هيقدم البحث لكن الأبحاث مستمرة أما بالنسبة للامتحانات الإلكترونية الأولى وتانية سنوي برضو مستمرة في نهاية الترم اللي هي تبقى في شهر خمسة واللي مش هيمتحن الامتحانات الإلكترونية هيخش دور تاني قبل السنة الجديدة السنوية العامة برضو لا تعديل في الجدول زي ما هي والأولاد هتروح المدارس في لجان معقمة ومؤمنة مفيش بقى نظام الغالي المتحانات السنوية العامة وانه هي هتستبدل بامتحان قدرات كلام ده كله إشعاد موضوع البحث من تلتة ابتدائي لتلتة إعدادة هسيب لكم في أول تعليق في قوالب جهزة وفي موضوعات برضو تستعينوا بها موضوعات استرشادية هسيب لكم حقا كتير إن شاء الله هتفيدكوا بالنسبة للبحث والمفروض أنه هو هيقدم قبل 15.05 في يوم 1.05 إن شاء الله أو في أول الشهر الجديد وزير التربية والتعليم هيطلع فيه أعليات جديدة لتسليم البحث هيسلم عن طريق ده اللي هيبان في أول 5 شكرا لحضرتكم والسلام عليكم وعليك دارك